إلى سوريا حيث قتل أربعة أشخاص وصيب آخرون بجروح إثرشن طائرات النظام السوري غارات على بلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب وخلف القصف ضمارا واسعا في المنازل والممتلكات بحسب ناشطين القصف تزامن مع التقدم الذي تحقق المعارضة المسلحة في جسر الشغور بإدلب وفي سهل الغاب بحمى حيث استطاع جيش الفتح السيطرة على الريف الغربي لجسر الشغور بالكامل ويواصل تقدمه في منطقة سهل الغاب المتاخمة لمدينة الأزقية وسط أنبان عن سقوط قتل وجرح من قوات النظام